من جهتي أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات والأردن تأتي تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة العليا في الدول الثلاث وخلال الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أوضح سلطان الجابر أن القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها الدول الثلاث في هذا المجال معرباً عن تطلع الإمارات من هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنصيق وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء من مختلف دول العالم إن أطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعاً على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي وستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى تاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر